أخبار اليوم تتوجه أنظار العالم إلينا وهذه ليست المرة الأولى وإنما اليوم الكثير من الأمور هي على المحق للرياضة وللعالم وهذا هو شعار الفيفا وإنما الفيفا تتزاوز ذلك من الواضح اليوم أن الفيفا ليست مجرد هيئة رئاسية لرياضة كرة القدم وأننا لا نخدم فقط الاتحادات الوطنية والاتحادات القرية نحن أوصياء على هذه الرياضة وهي رياضة يعشقها الكثيرون في هذا العالم وهي رياضة يمكن لها أن توحد الصفوف وأن تسرع عملية التعافي وهي رياضة عزيزة على قلوب الرجال والنساء وترشد الشباب وتلهمهم وهذه الرياضة يمكن أن تكون مصدر فخر للدول والأقاليم تتوجه أنظار العالم إلينا فإن الفيفا لا توجد بمعزل عن العالم إن العالم الذي يتوجه بأنظاره إلينا هو جزء مننا هذه لحظة تاريخية بالنسبة للفيفا وبالنسبة لنا جميعا وأود أن وجه رسالة لكل من يشاهدنا اليوم ويستمع إلينا نحن في أسرة الفيفا نقر بمسؤولية التي نتحملها تجاه هذه الرياضة العزيزة على قلوب الكثيرين وندرك تماما الثقة التي وضعتموها في الفيفا وندرك هشاشة هذه الثقة هناك كثيرون وصفوا الفيفا في الأيام الماضية بوصفها منظمة متآكلة منظمة أفلست أخلاقيا منظمة تتغذى على حساب هذه الرياضة ونتساءل كيف وصلنا إلى هذا الدرك لا يمكن لنا أن نكتفي بتبادل اللوم لا يوجد هناك إجابة سهلة لا يوجد سبيل لمحو العار وإنما علينا أن نسعى لكي يبزغ فجر جديد المسألة لا تتعلق بالسماح بارتكاب الأخطاء وبعد ذلك تسليط الضوء عليها وإنكارها المسألة تتعلق بفقافة الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعاوننا جميعا وأن نعمل لمصلحة الجميع ولمصلحة الفيفا احتجنا لجهود الكثيرين لكي نبني رياضتنا كثيرون منهم غادرون وكثيرون منهم معنا لا يزالون وهم أشخاص من جنسيات مختلفة ومن كافة دول العالم اليوم هو خطوة أولى نحو التغيير لكي نبصر نور هذا الفجر الجديد وأن ندرك بأننا ملتزمون برياضتنا كما هو حال الجماهير في كافة أنحاء العالم هذه المسألة تتعلق بثقة التي وضعت في أشخاصنا جميعا لكي نطلع بالمناصب التي نحتلها نحن في مفترق طرق بالنسبة لكرة القدم وعلينا أن ننظم أمور رياضة كرة القدم ويشرفني أن أتحمل هذه المشؤولية لفائدة رياضة كرة القدم ومشجعيها ويمكن لي أن أؤكد لكم بأنني لن أتدخر جهدا في إطلاع بهذه المسؤولية والتزامات أنا لن أتخلى عن مسؤولياتي وإنما سأتحمل مسؤولياتي كاملة لو صوتتم لي وأنا سأؤكد على أخلاقيات ونزاها طريقه بالفيفا وبرياضة كرة القدم وسوف أعطي الأوروية للمشاجعين واللاعبين الفيفا ليست شركة وإنما هي منظمة تقدم خدمات هذا هو واجبنا أنتم لستم مجرد متلقين لمساعدة وإنما أنتم من تمتلكون هذه الرياضة وأنا ملتزم بديمقراطية وشفافية وأنا أتعهد بأن أكون معكم في الملاعب وأن أجلس في مكاتبكم وأن أجلس معكم وأتعلم من التحديات التي تواجهونها وأن أفتح أبواب المنظمة لكم جميعا لأن هذه المنظمة هي منظمتكم وأنتم من يحقوا لكم أن يكون فيها وأتعهدوا بالعمل بشكل أحادي وأن أؤكد على الفعل للقول وأن أؤكد على الديمقراطية في اتخاذ القرار وأن يكون هناك محاسبة في كشوفنا المالية وأن نحسن من الشفافية في اتصالنا مع العالم وفي سياستنا الإعلامية وأؤكد على مبادئ مكافحة ونبذ الكراهية والعنصرية والتمييز والنهوض بحقوق الإنسان وسأعمل دون كلل أو ملل لكي أستحق احترامكم ولكي أعيد للفيفا مكانتها وهيبتها التي تستحقها سوف لن أدخر جهدا في التعويل على التقدم التكنولوجي وأن أسخره لخدمة كرة القدم وسوف أركز على مزاياكم ومحاسينكم أنتم كأفراد وكل منكم على حدة وسوف أنتهز كل فرص التعاون وسوف أقدم برنامجا للتطور في الفيفا عادل ومنصف ويقدم الدعم حيث تبرز الحاجة وأن أتأكد بأن كل الاتحادات الوطنية في كافة أنحاء العالم تحصل على ما تحتاج إليه لكي تشارك في هذه الرياضة أنا أفهم تماما معنى ذلك أي أن تتمكنون من مرسة كرة القدم في كل شارع في كل قرية وفي كل مدينة إن الفيفا ستجعل أحلامكم واقعا وأنا أؤكد لكم أنني موجود هنا لكي أخدمكم ولكي أحميكم ولكي أرعى القيام التي تجمعنا جميعا والتي يحترمها العالم بأسره الأصدقاء والزملاء أنا أعرف تماما أن الفيفا لا تنحصر برجل واحد يقودها وبالتالي أنا لن أقودها بشكل أحادي أنا أقدم لكم وعود وإنما هي ليست مجرد وعود هي تعهدات المسار الذي قطعته وصولا إلى هذه المنصة لم يكن دربا سهلا وبفضل دعمي من داخل الفيفا ومن العالم الخارجي تمكنت من التوصل إلى هذه المرحلة أود أن أعرب عن امتناني للمرشحين الآخرين على دعمهما لي ومشورتهما لي خلال عملية تنظيم حملة الانتخابية وهما لم يبخل علي بنصيحة ثامينة أثرت حملة الانتخابية أود أن أشكر أيضا الاتحادات الوطنية التي أسهمت أيضا بأفكارها ومقترحاتها في هذه العملية وهذا المسار الأصدقاء والزملاء أتركوا تماما بأنني فخور بانتمائي لكم وفخور لأنني أتي من اتحاد وطني لا يزال في طور النمو وأنا بالتالي أتعهد بمستقبلين زاهر للفيفا العالم يتوقع منا أن نقف وأن نحارب وأن نناضر لأجل الفيفا ولأجل رياضة كرة القدم لا يمكن لنا أن نتجاهل الجماهير التي تزمجر خارج أبواب الفيفا علينا أن ننتهز هذه الفرصة لكي نبين للعالم أننا نحن كالاتحادات الأعضاء والذين نشكل الفيفا نريد للعالم أن يحترمنا ينبغي أن تكون الفيفا على مستوى رياضة كرة القدم أنا أطلب منكم أن تضعوا فقتكم فيه وأطلب منكم أن تنضموا إلي وأن وحدوا الصف لكي نعيد بناء الفيفا أنا سأناضل وأكافح لكي أفي بكل الوعود التي أقطعها لا أريد منكم فقط أن تقدموا لي صوتكم في هذه الانتخابات وإنما أن تقفوا إلى جانبي لكي يبزغ فجر جديد في الفيفا بالنسبة للاتحادات التسعة والمائتين التي ستصوت اليوم أنتم من ستحاسبونني أنتم من سيغيروا مسار التاريخ بالنسبة لمستقبل الفيفا وللملايين من محبي وعشاك كرة القدم أنتم من تمتلكون مستقبل كرة القدم إذ تدلوا بأصواتكم اليوم أطلب منكم أن تصغوا إلى ضمائركم وإلى قلوبكم ومشاعركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا